السينوان فتحت لي خيال الهم حاجة في الطلايع دي انه في الوقت داك في مايو كان في وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب جات لي قد في مدني في طلايع بعد داك اهتم بانه اعمل شغل الاطفال لانه الاطفال بيتشيشوك لانه بفاجئوك بينه بيعملوا شغل غير اللي انت بتوقعه ومايو قاموا من وزارة الشباب والرياضة لمن شافت الحكاية دي نقلت التجربة دي لخرطوم وعملت حاجة اسمها طلايع مايو في نهاية الثمانينات كان مقترض انه نمشي البحثات دراسية وكان الوقت داك كان حصلت البحثات حصل فيها تضارب كان مفروض نمشي فرنسا وناس فرنسا طلبوا عدد من الناس زي ثلاثة اشخاص لكن اختاروا شخص واحد فانو قلت ما عايز فرنسا على اساس انه ننتظر امشي بريطانيا لانه الاساس الدراسيوني تمثيل كانوا استاذ يحي الحاج له الرحمة والمغفرة استاذ نور محمود عثمان ربنا نرحب ويجعلهم في عائل الجنان كانوا استاذاتي في التمثيل العملي وقالوا في اسفتين في لندن وحببوا لينا المسهب بتاع المنهج بتاع التمثيل العملي بصورة ما عادية فبعد ذاك قام لندن ذاته وقفت البحثات فبقينا ما في الطريقة غير نمشي مصر لانه الناس اللي مشو قدامنا زملانا واخوانا وستاذتنا عثمان جمال الدين ومحمد فتح متولي لهم الرحمة مشو روسيا وما جاء ما دون انطباع انه روسيا دي يعني صعبة جدا بريط صعب وجليد وحكاية كانت كده ما مشجعة لكن كنا من نتمنى نمشي دولة نبيت يعني تستداد منها من الخبرة وتكتسف معارب جديدة فالنهاية طلع عطينا مصر فمشي هنا مصر وفي مصر عيشنا فنانين فنانين بيجدوا جد وحقيقة يعني لانه مصر دولة الفنون فيها مزدهرة جدا جدا ومستقرة وليها علاقة بسياسات الثقافية يعني في سياسات ثقافية واضحة جدا جدا فنانين التشكيلين عندهم مقار كثيرة جدا جدا عندهم غالريات كثيرة ومتعددة ومتنوعة وفيها معارض بصورة يومية في معارض أسبوعية في معارض شهرية يعني يومية ممكن تشوف معارض معارضين في حفلات غنائية في حفلات موسيقية في حفلات مسرحية طبعا كبير جدا جدا موسم بيكون شغال طوال السنة والدراسة في الأكاديمية بتبدأ من الساعة أربعة للساعة ثمانية ونصف فبعد ثمانية ونصف بتفتح المسارح في يومنا كله بيكون بيبدأ من اليوم مقلوبة عندنا بيبدأ من الساعة أربعة وبنواصل لحد الصباح يعني بعد ننتهي من الدراسة العلية وبنمشي مسارح وبنمشي سينمات وبعد ذاك بنساهر مع صحابنا في واحد من المسارح الشغالة بتنتهي الساعة اثنين صباحا بنطلع بعد ذاك لحتى نقضي فيها أمسية جميلة يعني نطلع القلعة ولا نطلع مغاهي معينة كل ناس عندهم مخة ولا نمشي الدار بتاعت الفنانين ونقضي لحد الصباح نجي راجعين نلاقي العرب وبتاعت الفول نفطر ونشيل العقود بتاعت الفول والياسمين وندخل البيت على وش الصبح معاناة الطبعة الأولى من الصحف المصرية الكبيرة الأهرام والجمهورية وندخل البيت على أساس إنه ننوم لحد الساعة أربعة عشان نمشي الأكاديمية القلبة دي خلت يعني إنه نحن نبرمج نفسنا على حياتنا الجديدة حياة فيها مدينة لمدينة لا تنام وفي الوقت ده ونحن مددد في الدراسات العلية غرروا إنه يكون كل إنسان عنده مسرحية يخرجة ويتعامل معه في المسرحية طلاب الأندر طلاب المحد العالي للمسرح يشتغل معنا في الدراسات العلية فكانوا الطلاب بيحسبوا إنه يشاركوا في المسرحيات دي لأنه بيشوفون المخرجين المحد بيوجه دعوة لكل الفنانين في التليفزيون وفي المسرح وفي السينما إنه يشوفوا المسرحيات بتاعت الدراسات العلية وبيجبوا اكتشفوا فيها النجوم الجدد فكانت حركة بتاعت مهرجان جميل وفي نفس الوقت ظهر مهرجان المسرح التجريبة فسمحوا لنا بإنه مسرحياتنا تشتغل في المهرجان كعلى هامش المهرجان وأنا قدمت مسرحياتي بأرقام بلادي لالة في على هامش المهرجان بتمثل الأكاديمية وقدمت مسرحيات ورفع بمليون دولار للكاتب المطبوع والرياضي والصحفي الكبير أستاذنا نعمان حسن وقد كانت مسرحية جميلة جدا وعملت الراو والمسرحيات السودانية فيها ميزة إنها بتشتغل على على مضمون على مضامين أقرب للمضامين المفتحة على كل العالم فالهدف بتاع بكون هنساني بأصورة كبيرة بتناغش قضايا مهمة وملحة وآنية وكانت دي من أول مسرحية شاركت في في جزائر في عام 72 كانت مسرحية العصورة والموصلون اللي هي كتبها البروفيسور يوسف عجدابي وأخرجه فتح الرحمن عبد العزيز الكتش الأستاذ الكبير ومصر فيها ناس سانور محمد عثمان وعلي مهدي وتحيز الروق وناصر الشيخ بواحدة من مسرحيات اللي عملت هي كانت أول مسرحية شارك خارج السودان وتقدمت في الجزائر حتى الناس الحضر المهريان لما شاهوا عرضنا كان في ناس يتذكروا المسرحية بتاعت العصور الموصلون وقالوا إنه السوداني عندهم خاصية مميزة عندهم طعم مميز المسرح عندهم حضور جزائر في الخشب بتاعت المسرح ومن الوقت دا كل واحد مش أعاد سيغته بين نفسه ولا اتأكدت السيغة فينا في إنه نحن قاعد نقدم في فمه غير عشان كده لما نحكينا عن المسرح السوداني في مصر حسوا بإنه في تجربة هم يعني فايت عليهم وما عارفينها تجربة لي أكتر من 123 سنة شغالة في السودان لكن ما بيعرفوا أنه ما بيعرفوا أنه في مسرح لفرق مصرية في السودان زي النادي المصري اللي هو بسمونا نادي ناصر فيما بعد في فرق المحبية التمثيل السورية الجمعية السورية في الفرق الإنجليزية بتاعت النادي البريطاني وفي مسرح بتاع موقع يعني أول مسرحية تقدمت في 1903 اللي حاسين نحن منه منه لينا 123 سنة هذه المسرحية تقدمت في خيمة في المولد تقدمها باب كربدري اللي هو أول رايد للمسرح المكتوب باب كربدري كان واحد الرايد الحقيقي الأول للمسرح لأنه قبل ما تقدمت مسرحية في المدرسة الأميرية وقتها كان رفاع رافع الطهطاوي منفى من مصر منفى في السودان وأدوه يكون مدير المدرسة بتاعته مدرسة الأميرية اللي هي كانت في الخرطوم والمدرسة دي مدرسة مصرية تركية عملوا مدرستين لكن المدارسة السودانية ما ظهرت إلا عام 1901 عشان كده نحن العام بتاع 23 ده نحن نفتكر أنه عام مهم جدا جدا لأنه فيه 123 سنة على التعليم وعلى المسرح في السودان باب كربدري أخرج المسرحية بتاعته وكانت مسرحية الهدف بتاعه أنه يرقب الأولاد والبنات في أنه يدرسه وكان عاملة بالطلبة بتاعه المدرسة بتاعه في رفاع وبعد ذلك واصل في أنه يدي مسرحيات كلها لا علاقة بالتدريس لا علاقة بالقيم لا علاقة بحث الناس أنه يجيبوا أولادهم للمدرسة بعد عملت المدارس 1905 ظهرت الأندية بتاعت الخريين وعملت مسرح عملت مسرح للأندية المشهورة منها النادر السوري والنادر الأرمني والنادر الإنجليزي والنادر مصري فالسودانيين شاهدوا المسرح في الأندية دي لكن ما كانوا بمارسو لكن في 1908 1909 اتقدمت مسرحية مهمة جداً وبرضوا مسرحية بتاعت موقع يعني اتقدمت في فضة وهذه المسرحية قدمها الضابط الإداري بتاع القطينة قدم هذه المسرحية وهي مسرحية المرشد السوداني لكن هل القطينة سموها عليهم صاحبة الاندايا نكاتوت مسرحية مشهورة جداً جداً المرشد السوداني بتتكلم عن شاب سوداني دخل المدرسة وهو على خلق هو صاحبه بمشي بيليف ساكت في الناد واخير حاجة بيمشي لناديه وبيبسكره وبيكتل لزول وفي نهاية المسرحية بيطلع من الجامع الإمام وبيورر الناس انه شوفوا نتيجة الجهة اللي بتغود ليوين ونتيجة التعليم بتغود ليوين والحكاية دو كلها تنفزت قدام السوق بتاع القطينة والسوق ده فيه جامع الشهير جداً قدامه الجامع الكبير المخرج عمل شنوع طلع الواعز من الجامع ودخل الود من الحتة اللي أحسي بها المستشوف تحت القطينة اللي هو ده الطريقة اللي بيودي للمدرسة بيودي الود المتعلم من هنا وبيودي الطريقة اللي أنادي كانت بره البلد دائماً بتكون بره فبيودي الود الجاهل على الطريقة اللي أنادي وبيجيوا يتلاقوا في الموقع ده المسرحيات تحت الموقع دي كان مبارد تكون مسرحيات يعني يمشي على المسرح السوداني ويطور نفسه ويعمل فيها حاجات كبيرة جديدة ما الناس ما لاحظوا لالي بعد بذا عملت مواسم مسرحية بعد السبعينات والتفتوا لأنه ذات راس سوداني كبير جديدة المسرحيات الثاني الجميلة برضو مسرح الموقع زي الخواجي لويزو المخهة بتاعه كان بيعمل فيه مسرحيات فلما قدمنا التجربة دي مع المصريين هنا وحسوا بأنه المجموعة بتاعتنا المشهد أنا ومامون زروق وعادي الحربي وعبد الحاكم الطاهر قدمنا عمال فحسوا بأنه نحن ممثلي ما مخريين يعني لأنه الدراسات العرية دائما بيكونوا فيها ناس مخريين بيبتكروا أنه لما أنت اشتغلت إخراج إخراج بس تخصص كده المفاجأة الثاني كانت أنه عمال الحاكم الطاهر اشتغل في مسرحية أنا اشتغلت مع المخرية الفنانة الكبيرة السودانية سعيد حامد قال لي عندي فيلم مع عادي الإمام اسمه الرجل الديك أنا تجد اشتغل فيه معنا وفعلا مشيت اشتغلت في الفيلم ده وطلع غيروا اسمه للإرخاب والكباب طبعا هناك الحاجات ده تخضع للرغاب وبتخضع للتوزيع في دواير التوزيع قالت ياخ ما الاسم ده ما راتب كده يعني ما اسم ما ممكن بعدين يجيب جماهير والموضوع موضوع جاد جدا واحد بيفتش على أوراقه والبريقراطية بتاعت المكاتب وكده الدور بتاع ذاته أنا صنع لي صناعة لانه كان الدور بتاع واحد برضو يفتش على حياته وعايز يمشي من مصر لحتة تانية فدايري طلع أوراقه كده فكان معاي مجموعة من من الإخوة العرب مفروض نكون كتر من أربعة واحد بمثل المغرب العربي واحد بمثل الشرق واحد بمثل الخليج واحد بمثل لبنان والجوز الشمالي الرغابة برضو اعترضت على الناي داي انه الناس زي كتار وخلوني انا على اساس انه مصر والسنع حاجة واحدة وتغيرت الحوارات بتاع تيل كانت مع الشخصيات التانية وبقت حواراتي بسيطة جدا لحد ما اشتغلنا البرواتة الأولى كانت الحوارات عادية لما اشتغلنا اول مشهد في الوقان احنا شغالين في المشهد قلتها الاستاذ عادل قلت لها الزعيم قلت لها ياخدت ما بتحس في اوروبا والدولة متغدمة بيحصل كده بس قال ليه بوقف فيه ده زول طبعا هو كوميديان عالي جدا ولماح قال ليه بسيش شفت الجملة دي احواراتي كلها اغيري ارميه البحر واعمل الجملة دي قلت دخيله في اي حتة وفعلا الجملة بيقى تشرف فيه في السينما في السينما المصرية في العشرين سنة الفاتو دي لانه كان فيه ساهل جدا جدا في ربا والدولة متغدمة الوزر بيستغيلوا عندنا ما بيستغيلوا في ربا والدولة متغدمة بيأكلوا مع الكراب طحينة يعني فيه بيعلق مع الناس بسرعة جدا جدا ودقا قادني طوالي لانه كان شغالين معانا دايما في تغليد في تغليد المخرجة لما يشتغل اول فيلم له اصحابه كلهم بيشتغلوا معه فسيد حامد اشتغل معه المخرجة الكبير شريف عارفه لانه كانوا الاثنين مساعدين مخرجة مخرجين كبار جدا في مصر فوجدد اعمل infinite دور صغير في في الفيلم.. فقاللي وقاللي انا عندي فيلم برضو حعمله حعمل الفيلم بتاع الحرابه الكباب الم сделал شريف عارفه انا مثلت مع ساعيد حامد للفيلم اسم حب ال تلاقيق اجيث levv الدور صغير جدا فالجماعين بهروا جدا كافا الالمحامي بتاعي الحيل الفخراني فالشريف عارفه قال لي اachedها جاء الدراسات العليا مخرجا وموصل فسعيد حامل قال ليه ده ممثل أساسا وموصل محروف عندنا وكده ومخرج فقال ليه خلاص تجي الشارك معي الحاجة اللي حصلت إنه فيلم حب التلاجه يصور وانتهينا منه قبل الارهاب والكباب لكن الارهاب والكباب إذا عرض قبل حب التلاجه وحب التلاجه بعد ذلك بيقى فيلم بتاع مهرجانات اشتهرنا بيه بره عالميا أكتر من مصر وحب التلاجه بيقى علامة مميزة طلعت شريف عرفة للعالمية بعد ذلك بيقيت مع شريف عرفة كل ما يعمل فيلم بنشتغل بنشتغل معه واخر فيلم الكنز في جزئين هدي كانت نقلة كبيرة جدا عملت فيها دور مميز وكان الحاجة اللي أنا مصر على إنه لا توجد دوار صغيرة ودوار كبيرة وإنما هناك دائما موصلون صغار وموصلون كبار دائما إنت ممكن في دور صغير جدا تاخده لسكار ممكن تكون عندك دور طويل وما يعمل علامة ولا يترك بصمة ولا يأثر في الناس لو ما اشتغلت بيصورة صاحة لو ما الشخصية المطابقة معه وجابه نفذته بأداء عاري مصر كانت مرحلة جميلة جدا اشتغلنا فيها سينما اشتغلنا فيها مسرح اشتغلنا فيها ورش وخلقنا علاقات جميلة جدا مستمرة لحد الآن ودي كانت مرحلة مهمة جدا رجعنا من الدراسات العولية وبيقيت عندنا مشاريع اول مشاريع انه لما رجعنا المحط بيقى انه لازم نقدم اعمال في الدراسات العولية لانه فكروا انه عملوا قسم للدراسات العولية في جامعة السودان ودي حكاية كانت عايزة اعداد كبير جدا لكن بيقى الواحد عنده تحدي فيه انه هو يقدم مشروع مسرحي مهم جدا عشان يفيد الناس حوله وفيذ الناس الجايين بعده ويترك بصمة في المسرح السوداني وفي الدراما السودانية البلد الأجمل ما يكون فان عيني رأي داك واخويا ليطينك وليا أرضك ولياك والقمر الفق سوحك ضاويا البلد المخ منك الدين والناس كلها مرساويا لو شفوك بعني أكيد العالم كله حيوجب بك وأنا شايفيك من أجمل زاويا أجمل زاويا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة